كانت على قرب من سيدة مصر الأولى السابقة جهان السادات وأيضا من السيدة الأولى السابقة سوزان مبارك ولديها خزينة من الأسرار كما أن لديها رؤية في مهام السيدة الأولى لمصر القادمة سوزان نهد المنشاوي حضرتك تعملتي مع السيدة ومع السيدة سوزان مبارك إزاي كان الاختلاف؟ بص كان اختلاف كبير جدا أنا لما تعملت مع جهان السادات اتعملت معها من خلال تلت حيات أول مؤتمر سافرته في الخارج كان مع جهان السادات وكان هذا المؤتمر في كوبنهاجين تتكري سنة كم؟ آه سنة 85 ده أول مرة أسافر في حياتي 85 كان مع جهان السادات؟ 80 لا 80 80 مع جهان السادات سفرت كوبنهاجين وشفت جهان السادات بتعاملنا إزاي وبعدين وشفت إزاي هي قادرة على إنها أي ظرف تقابله إنها ممكن توجهه وممكن إنها تبقى زي ما هي صلبة مع روحها الجميلة جدا في التعامل مع الصحفيين والصحفيات كانت بتعاملنا كأننا من أسرتها تسأل على أي حد فينا عنده مشكلة عنده حاجة عايز خدمة معينة عايز يتعالج عايز يروح مستشفى عايز أي حاجة وحصلت لكذا زميلة صحفية علاج لها وكانت في نفس الوقت بتجتمع بينا جلسة عائلية يعني أنا فكرة كويس قوي مجر ورحنا لها كانت هي رئيسة للمجلس الأعلى لترنظيم الأسرة ورحنا لها في كابنتها في المعبورة قاعدت تدرجش معنا وتتأسف إنها جات متأخرة شوية عشان ما نميتش طول الليل عشان حفيدها كان عيان وجابت الدكتور مامدوح جبل وهي كانت بتتبسط معنا يعني الحقيقة زي ما الجواجي قال إن جانس اللي كانت بنت بلد يعني بتعف إزاي تكسب قلوب الناس وبغير منها كانت جميلة جدا لكن الستات اللي كانت بتجتمع معهم اللي هما في المصريات ما كانوش بيحسوا بغيرة منها يعني انت عارف كويس أو نكون واحدة حلوة قوي فممكن الستة تدايق منها وخصوصها ما تبقى السيدة الأولى وهكذا جهان علمتنا أنا تعلمتي منها البساطة الوضوح إنها ما بتزمش في حد ما بتسيطرش على الستات الموجودين أي واحدة من حقها تتكلم قدامها ما تتكلمش بحساب يعني من حقها أي حد يتكلم قدامها تمام فالحقيقة جهان السادات وبعين لها موقف معايا في كوبنهاجن كان وقتها محسن محمد رئيس تحيير الجمهورية وطلب إن أنا أعمل باب يومي من كوبنهاجن على جهان السادات فبقيت عمالة دور إيه اللي بيحصل كانت هي وقتها مش هي النجمة بتاعت كوبنهاجن كان النجمة مين نوال السعداوي وكانت واحدة خطفة طيارة فلسطينية اسمها ليلى خالد كان الصحف البرة كلها بتتكلم على ليلى خالد ونوال السعداوي وليلى خالد برة قاعة وهي بتخطب جهان عمالة تشتم في مصر وتشتم في جهان تشتم في الدنيا كلها وهي ما همهاش قالت القافلة تسير ودعي مش عارفة إيه زيما هم يقولوا اللي عايزينه وفعلاً كانت إيه سيدة فاضلة بمعنى الكلمة وما كانتش متكبرة ولا كانت بتحاول إنها تفرض سيطرتها على المرأة سوزان مبارك في البداية لما بدأت تظهر كانت فعلاً كانت جيدة جداً وكانت بتحاول إنها تقف وتسمع الناس واحدة واحدة وبيتقول إيه وبتعمل إيه في البداية ولكن اللي حصل المحيصينة بسوزان مبارك نفقوها بشكل كبير جداً لدرجة إن هم باعتبر هي بقت أوامرها بتصدرها يومياً يومياً الأوامر الفلانة فلانية تيجي فلانة كل حاجة تتدخل فيها في المرأة وبعالين في النهاية الإنجازات اللي بيعملوها الجماعيات النسائية الإنجازات الخاصة بالمرأة وخاصة بالقوانين والمطالبة مثلاً بالمرأة قاضية المطالبة بالمرأة المكاسب المحفوظة المكاسب جي كلها كل هذه المكاسب راحت تنسب يعني تنسب لها وتنسب للمجلس القومي للمرأة طيب إمتى حصل التحول من وجهة نظر حضرتك تاريخياً يعني التاريخ فشخصية سوزان مبارك من شخصية بسيطة متقربة مع الناس لشخصية مسيطرة زي ما هيك بتقول زي نفس الاختلاف اللي حصل أيام حسين بارك حسين بارك ما كان في البداية كان في العشر سنين الأولين كان هايل جداً وكنا بيعمل مؤتمرات في الحزب الوطني وكان بيتكلم وكان بيتبسط ويخلي الناس يتكلموا كده وبعد كده التف حوالي المنافقين بعد العشر سنين وتغير وبالذات وسوزان كان نفس الحكاية يعني أصد حريك في التسعينيات الكلام ده التحول بدأ من التسعينيات في التسعينيات وخصوصاً وبعد التسعينيات أكتر التحول بقى زاد العنف زاد والأسلوب زاد لما بدأ مشروع التوريس مشروع التوريس ده خلاهم ما يبصوش أي حاجة قدامهم ما يفكروش في أي حاجة ده يعني بدأ من ألفين مثلاً أو قبل كده التوريس بدأ من ألفين لكن قبل كده هي تغيرت لما لقيت الأضواء عليها تغيرت يعني حقولك حاجة حصلت حدثة غريبة جداً إحنا كنا في الأمم المتحدة كأننا منحضر اجتماع أمين عام الأمم المتحدة ودخلنا مكان الاجتماع وكانت سوزان مبارك جاية بعدها ودخلنا الاجتماع وقعدنا سنة ألفين واثنين ودخلنا الاجتماع أو ألفين وثلاثة كان مؤتمرات بقى اللي هو بيكين بلاس فايف وبعد المؤتمرات بيكين والعقد التفولة والحاجات دي دخلنا وقعدنا ومستنينها وهي دخلت أول ما دخلت تكلمت الناس تردتنا بجل ما قلقود قال نفيش نحفين يقعدوا وقعدت هي واحدة عشان بعد كده اللي بيحصل هما بقى بيقولوا اللي هم عايزين اللي عايزين ومستشار الصحفية بتاعتها تخرج بالاجتماع تقول اللي حصل زي ما هم عايزين فما قعدوا ناش في الاجتماع بالغرم كان أمين عامل لأمم المتحدة وقتها كان موافق إن احنا نقط حريك شفتي يعني سيدات أول في كثير من الدول إزاي مهم السيدة الأولى بتختلف في البلاد الأخرى عن مصر بصها أقولك حاجة هي المشكلة السيدة الأولى هي تمثل الإرادة السياسية مفروض السيدة الأولى هي العرفة قضايا بلدها وهي تشتغل فيها وهي الممكن من خلالها تأثر في القوانين اللي تخدم المرأة لكن ما كانوش أكتر اللي أنا قابلتهم بتدخلوا في السياسة الشيخة فاطمة مثلا في الإمارات أنا عملت معاه حوارات كثيرة ما كانش بتدخل في السياسة ولا صورها في الجرائب كل يوم يعني تتكلم مثلا في البحرين حتى فلسطين حتى فلسطين يعني أيام ياسر عرفات كان فيه أم ناصر لها نجلاء دي كانت هي مديرة مكتبه ما كانش لها الحق تتكلم في السياسة يعني مفيش حد فيهم يعني يتكلموا في السياسة ويتدخلوا في قرارات المصرية يعني كل السيدات الأوائل تقريبا قابلتهم كانوا كده يعني الأميرة بسمة أخت الملك حسين كانت بتشتغل في العامة طبوعي وقابلناها وعملنا معها أحاديث وكده لكن ملهاش دعوة بسياسة الملك حسين ايه اه أو سياسة الدولة ما كانتش بتعين وزراء وتشيل وزراء ولا تشيل وزراء ولا لها دعوة بسياسة البلد لكن هي اللي حصل في مصر غير كده اللي حصل في مصر سوزان مباركة تمشي وكل الوزر وراها ما تروح أي مكان طب انتوا ملكوا هي راحت حتى تفتتح حاجة انتوا وراها ليه ايه ان هي مش معينة في الحكومة عشان هما ييجوا وراها اه فالحقيقة هما اللي أفسدوها بصراحة هذه بطري مهام سيدة مصر الأولى القادمة بصر اقولك حاجة انا في رأيي لابد ان السيدة الاولى او حرم الرئيس لابد انها تعمل في العمل التطابعي وتخدم البلد في حاجات كثيرة في الصحة في التعليم في الجامعات الاهلية لابد انها تعمل عشان تجي قدوة لبقية السيدات بس لا تتدخل في السياسة مالهاش دعوة يتعين مين وزير يتعين مين رئيس وزارة يتعين مين مالهاش دعوة بالحاجات ما تجيبش بعض المعيين يعني كانت انا فكرة كويس اوي هي كانت بتفرد عمداء الكليات وعميدة كلية وتقول لازم تبقى ست وهي اللي جابت اكثر من عميدة لكلية وجابت اكثر من واحدة رئيس الجامعة هي اللي جابتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر